بأربعة أيلول 2021 نشرت جريدة الأخبار وثيئة فرنسية تثبت ما كانت الجريدة قد نشرته قبل خمسة أيام حول ضبط حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في أحد المطارات الفرنسية هو عم بيحاول يفوت حوالي تسعين ألف يورو من دون التصريح عنه لنشرته الأخبار بأربعة أيلول يثبت أن رياض سلامي كذب على سلطات الجمالك الفرنسية ولاحقا ونتيجة هذا الكذب تم تغريمه حوالي ألفين وسبعمائة يورو زلمي بكل بساطة كان مفوت مصاري على فرنسا من دون ما يصرح عنه ضبط تغرق تلفزيون الجديد أرر بعد حوالي سبعة أيام من نشر هذا الموضوع بجريدة الأخبار يعمل تقرير تيدافع فيه عن رياض سلامي بصراحة تلفزيون الجديد يستحق التهنئة والإعجاب بهيدا التقرير لأنه فتح مدرسة جديدة بمجال الدفاع عن رياض سلامي أول لازم نذكر أن رياض سلامي من بعد مجالية الأخبار نشرت بثلاثين آب خبر عن ضبطه بفرنسا ثم في أربع أيلول نشرت الوسيقى الفرنسية لتثبت أنه تم ضبطه متلبسا بمحاولة إدخال أموال إلى فرنسا نقدية من دون التصريح عنها قرر رياض سلامي تجاهل الموضوع تماما بلبنان كل وسائل الأعلام المرتبطة بسلامة الشخصيات الإعلامية المرتبطة بسلامة اللي صاروا معروفين اللي بيدافروا عنه بالصغيرة والكبيرة بيهاجموا خصومه بهاجموا منتقديه بهاجموا وسائل الإعلام الكتير قليلة اللي بتحكي عنه اللي بتنتقد أدائه كل هذه المنظومة الإعلامية التي تأتمر بأوامر رياض سلامي صدر الأمر لها بالصمت ممنوع التعليق على ما نشر في جريدة الأخبار ليش؟ لأنه رياض سلامي بيعرف أنه اللي نشر صح أكثر من أنه بيعرف أنه اللي نشر صح في وثيقة فرنسية نشرت كما هي على الموقع الإلكتروني لجريدة الأخبار وبالجريدة الورائية نشر صور عندنا لهذه الوثيقة وأبرز ما ورد فيها زلمي ما فيه كذب اللي صار كرمل هيك قرر يسكت بينما تلفزيون جديد قرر ياخد الموضوع على عاطقه ويتبرع أنه يدافع عن رياض سلامي حتى من دون ما رياض سلامي يكون طالب أنه رياض سلامي بده يلملم لفضيحة بده الناس تنسيها اللي عملوه تلفزيون جديد بتقرير رح ننشر اللينك تبعه بالدسكريبشن تبع هيدا الفيديو أنه عرضوا ما قالته جريدة الأخبار ما نشرته جريدة الأخبار من دون ما يقولوا أنه هيدا وثيقة فرنسية حطوا صورة ورقة على الشاشة هيدا الورقة اللي عم يحضر التقرير مستحيل يعرف شو هي اللي عملوه أنه نقالوا أنه نشر جريدة الأخبار أنه رياض سلامي صار معه كذا كذا ما قالوا أنه هيدا وثيقة صادرة عن القضاء الفرنسي مش عن أي حدا بفرنسا مش أنه وثيقة طالع عن شركة فرنسية لا عن القضاء بفرنسا ولاحقا بعد ما حطوا مزاعم جريدة الأخبار أرروا يوضحوا الصورة خلافا لما قاله رياض سلامي بالتحقيق اللي أجري معه بفرنسا اللي وارد بالوسيقة اللي نشرتها جريدة الأخبار وياللي موقع عليه رياض سلامي أرروا تلفزيون جديد ينشر أكاذيب بتقول أنه رياض سلامي راح وصرح عن المصريات ما هو بالتحقيق اللي صار معه بفرنسا فيه أي واحد يرجع للي نشرته يوم جريدة الأخبار كمان راح حط اللينك طبعا اللي نشرته جريدة الأخبار بالدسكريبشن طبعا هيدا الفيديو طبعا الفيديو اللي هلا عم نصوره اللي نشرته جريدة الأخبار وموقع عليه رياض سلامي بيقول أنه هذا الزلامي ما صرح بالأول أنه معه هالأرض مصاري ما صرح أنه معه حوالي 90 ألف يورو كاش وأنه هو تفتش تشنته وبعد ما تفتش تشنته نلقه المصاري وقال أنه ناسي أنه موجودين بيشنته لا تلفزيون جديد بكل إبداع إبداع بالدفاع عن رياض سلامي قرر يخبرنا أنه رياض سلامي راح صرح عن المصرية يخي تكون دافع عن رياض سلامي بهذه الحالة تحديدا هو ما طلب منكم تطلعوا تكذبوا وتقولوا أنه غير صحيح اللي صار رياض سلامي لما كان عم ينسأل كان عم ينفى بس شو كان عم يعمل بنفس الوقت عم بحاول يطمطم الخبرية لأنه بيعرف أنها صحيحة كان عم بيكذب أنتوا ليش بتكون تشاركوا بنشر هذه الكذبة لأنتم من سنين لهلأ ترى كثير تغييرات على سياستكم أو ترى كثير تقلبات بسياستكم ولا مرة طلعت ووضحتوا للناس لجمهوركم الوفي ليش عم تعملوا باك إيه أنت ليش انتقلت من هيدا الموقع لهيدا الموقع طلع خبر الناس بهاي تحديدا بقصة رياض سلامي عم تدافع عنه من دون ما هو يطلب وعم تدافع عنه كذبا عم تدافع عنه وعم تجيبه أقوال في مقابل وثيقة وثيقة لا يجرؤ على نفيها رياض سلامي لأنه موقع عليها موقع على التحقيق وقرأ التحقيق قبل ما يوقع عليه ووافق على الغرامة ووقع فيكن تطلعوا وتشرحوا للناس أنتوا من 17-20 لليوم ليش مقررين تدافعوا عن المصارف وعن رياض سلامي سؤال بسيط وجوابه كتير بسيط ومنعرفه بس منيح الجمهور يعرفه كمان ترجمة نانسي قنقر